رياض عندك ما تعلق؟ شوف الدولة التونسية اليوم منعت حتى واحد من أن يكون شغوف بالسياسة عمل السياسة على روحك وعبر على روحك المنابر محلولة والفضاء العمومي محلول والشوارع وبرد ظهر وبرد عبر كما يحلو لك وهذا مضمون بنص الدستور في الدستور 25 جويلة وهذا ما أثبته الواقع من 25 جويلة 2021 والناس بشكل دوري تتظهر وتعبر وحتى واحد ما تعرض لها في أي حاجة لكن أنه نوصل أو نتجاوز مرحلة العمالة والخيانة إلى مرحلة التبجح بالعمالة فهذا رهو اختير وهذا ما هو مضمون راووا يا ناس راووا فاهمين عن شو بقين نحكي ما يعني التبجح بالعمالة؟ نعطيك مثال مليو نسمع في سي جور بن مبارك في إثاءة خاصة قال لك من حقنا من حقنا كمعارضة من حقنا نحكيه مع الدول نتعاملوا مع الدول ونتعاملوا مع الصفارات ونتعاملوا مع الأجانب من حقنا احكي معاه هذا كم سألت وتفعلت معاه خلود قال لها اشبيه هاو رئيس الجمهورية زاد وقت اللي يمشي يقابل رؤسات الدول وولاك يقابل الصفراء يوضح في التصور متاعه وهو قتلوا يا راو ذاك يمثل في الدولة راو ذاك منتخب ديمقراطيا بالصندوق انت شنية صيفتك اليوم باش تربط العلاقة مع الصفراء شنية صيفتك اليوم باش تحاول تربط العلاقة مع الجهات السيادية سواء في الداخل ولا في الخارج يا ناس روعية براو راو مش معقول ما تبقى من هذه الدولة اللي يدمروها عشر سنين نزيد واحنا اليوم بلا مبالاة ولا قادرية والمويوعة نزيد ونطيحوها الدولة هذه على روس الناس كل يا عادش بيه ولا ما تقاوم معه سفير يا عادش بيه تعشيت معه منعه جهة اجنابية معه عميل معه مخبر تويذة نورمال تويذة نورمال تويذة نورمال تويذة نورمال كلمه صحيح رياض علايش لأنه عشر سنوات والاحداش والسفراء يرتعون في البلد وايفعلون ما يريدون كيفاش الميز اهداف اللقاءات هذه لأنه هذا هو جهر المموح يا نعم والسفير راو المعتمد في تونس راو عنده قانون وعنده بروتوكول يتحكم فيه راو السفير قلت يجي غادر منطقا تاع ثلاثين كيلو متر يلزم يعلم الدولة والسلطات معناها التونسية آما أن نسيبنا الماء على البطيخ لأنها ربما تقول لي ما تلوم الجوهر بمبارك مفروض الدولة التونسية اليوم إذا تحب تستعيد هيبتها هي اللي توجه وتلفت نظر البعثات الدبلوماسية الموجودة في تونس باش تلتزم بالمربع الدبلوماسي اللي هو محدد لها وذي فيه اتفاقات دولية أما أخلي إحنا نسيبه الماء على البطيخ وعننا حداش نسناها سفراء فيهم حتى شكون يلقيناها يحذر في طورات ويشري في المدالينة يلزم الدولة تتحرك الدبلوماسية الموازية أشناها تصوصها على مستوى الأحباب داخل مجلس نواب الشعب هذي كل أشناه يلعا باش نمروا التصريحات الرئيس رياض بلوت في تساهموا في حاجة اللي رأي الدولة في حالة موت معناها رياض قيل الدولة ما خلوا فيها شي معناها أجهزوا عليها ثم حاجة اسمها أو ما يسمى ذي في لغة الفيزيولوجيا ما يسمى بالموت لغة الخلايا المبرمش وكي نقوله موت مبرمش يعني قتل بالضرور المشكلة إلي قتل الخلايا المبرمش خلايا الدولة بدأت كما قال لطفي من سنوات التالي لما كانت السفراء ترتع في البلاد والبلاد الكلها ردوها ردوها كما أردن شمال إفريقيا يعني تقريبا المحيط بتاعها الكل يزم تتحول لوردن أنا ذاك في علاقة بكل التوترات في الشرق الأوسط كلها تطبخوا هناك يعني أيضا تونس تحولت إلى مطبخ وغرفة عمليات سفراء استخبارات إلى غير ذلك أجانب كل شيء الدرجة أنه تلك الخلايا الحيوية لتعتاش منها الدولة بدأت تموت بشوي بشوي المشكلة إلي الخيارات تولي جادي نشوفها هي تستأنف في عملية القتل المبرمج لخلايا الدولة لما نلجأ كل شيء انكسره في قرار سيد واحد الرئيس السيد هو المؤسس هو الذي يكتب الدستور هو الذي يأمر هو الذي يشعه على الجميع وهو الشمس التي تضيقه على الجميع وين يدور المؤسسات الأخرى في نهاية الأمر المؤسسات كلها إذ محلت وهي خلايا بصدد الموت وهي بصدد التحلل غدوة بالله مات وقتها نوافق كرياض نقول لك نعيشوا في حالة دولة ميتة جثة في حالة وفاة كما قال السيدك العام هذه كوضع الدولة التنسية يعني أصول اغتيال الدولة بدأ من سنوات ويستكمل الآن لما تنتهي المؤسسات ويضمح دور المؤسسات يجب في ثلاثين ثانية ماليك أنا بالحقيقة مستغرب من استغراب برشا ناس كيف نحكيه على الانقلابات وكيف نحكيه على التآمر على أمن الدولة وزعزعة أمن واستقرار البلاد وكذلك القضايا الكبيرة هذه وكأنه مفجوعية نحن وكأننا مستغربين من يولدي له فما حاجات مرت على مسامع الجميع وكل عادة في إطار الميوعة السيدة اليوم نتعاولين نتعاملوا معها معاك بشكل عاجي ومبالات من قبيل أخي سيمو حامد عبو هنا هنا في البلاتو هذا وغيرها من البلاتوات أخي ما قلش يجب الإطاحة برئيس الجمهورية بأي طريقة شرعية أو غير شرعية يا سي لطفي شنية نجمة تكون شنية نجمة تحكين شنية نجمة تكون شبيك موقف تقول ولا ولا يا سي لطفي يا سي لطفي أنا ما عنديش قائمة في الإيقافات اللي باش تصير أما أنا النجم نوعدك ونجم نأكدلك أنه الإيقافات راي ما زالت باش باش العبث بالدولة ومؤسسات الدولة يقف يعني يعني يطلع وانا حتيت بزوط يطلع واحد يحكي يجب الإيطاحة برئيس الجمهورية بيعيش شكل الملاء أشكال شرعي أو غير شرعي بابا راول غير شرعي فما زوزك يا أما عندكم مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية وقولون يا أما عندكم فكرة أو مخطة للإنقلاب على رئيس الجمهورية بيربط العلاقة مع أجياء إذا كان يشكل خطر أو تصريحات عليش ما تمش سألك إذا كانت تصريحات هاي فهم هي خطرات القضية القضية محلولة سي لطف اللي قفات بديت واللي عمل تاوي يخلص واللي معملش احنا ماشي مع ذر واللي معملش تاوي راقب